لحظات الحارجة التي نعيشها ميني كنكونو احنا هما الضياف الموقف الأول ميني كتدخل للدار كتلقى مجموعة الناس كالسين في الصالون هنا كتبت تفكر كيف نسلم عليهم مرة واحدة ولا نسلم على كل واحد بوحده الموقف الثاني ميني كتبشيل عندهم وكتدخل كتلقاهم كيش غداو ما كتعرفش كيفية تسلم عليهم والمصيبة انت ما كتعرفش ترتف التليفون والكلمة الواحدة اللي في دماغ هي الله يحفظك الموقف الثالث ميني يقول لك دخل الصالون وانت لابس صبات وعارف ريحة تدير رجليك ما كتبش ترش بالخير وهذا أصعب موقف يمكنك التحفي الموقف الرابع ميني يقول لك شعر التلفازة تتعلم وكتشت قناة للأخبار تتعلمها بعقلك حتى يفرشك أخوك صغير أخويا تفرج سباستول لا تفرجناه في ناروتو الحلقة البارحة الموقف الخامس ميني كتكون وكتشاو كتبع كتبغي تنوط كيقول لك شي واحد في يوم فين غادي كلاس تاكل وانتا ما بقى فيك ميزي تشي حاجة كيبقى عليك كوله ولدي ما تحشمش والله حتى تكمل التبصيل كتشوف تجعية وكتكمل التبصيل الأخوة تسالين الفيديو دينا كنتمنى من الله عين الإعجاب ديالكم ونتلاقاوا فيديو جديد وما تنسوش الشراك في القناة موسيقى المترجم للقناة